معكم مشاهدين دفقنا الصباحي فنان رحل لكن ترك مخزون كبير جدا أغنيات ظلت راسخة إلى الآن ملأ حديقة الغناء بكثير جدا من الأغنيات أغنيات تردد عدد من الفنانين الشباب سيرة ومسيرة نسترجع مع الزميلة إيمان قبل سيرة الفنان عبد العزيز محمد موسيقى هو صاحب النكتة والطرافة رجل حباه الله بمحبة الجميع عبد العزيز أبو داوت من عمالقة الطرب والغناء في السودان ولد في مدينة بربرة عام 1930 وتلقى تعلمه في إحدى خلاوي بربرة توفي والده وهو صغير الأمر الذي صنع من أبو داوت رجلا قبل أوانه موسيقى 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 للشاعر اللبناني ألياس فرحاب هو شخصية مرحة وإتماعي في علاقاته مع الآخرين أورف عنه ولعه بالدعابة والطرافة وعادة ما يستهل حفلاته الغنائية بإلقاء بعض النكات والطرائف على الجمهور وكان يحمل في يده أثناء الغناء علبة كبريب ينقر عليها بأصابعه أثناء الغناء مساء الخير يا العمير الحب شغل الضمير أنا أيوالله غير ما علي سمير أثرت الجيد أغنية الحقيبة التغليدية في السودان بطرق جديدة من خلال الآلات الموسيقية الحديثة بالإضافة لأغانيه الخاصة والتي لم تخرج كثيرا عن خط الحقيبة أنت منظر يفرح رعاك أنت ديماء الخير في خطاك في خطاك جيدا بهذا الإبداع المتربع على قلوبنا أرحل الفنان عبدالعزيز محمد داوت عام 1984 تاركا إرثا من روائع الفن السوداني من أول أخرى رشقتني عيونه رشقتني عيونه وبقيت مجنونه من أول أخرى اشتركوا في القناة